هناك من كانت تضع النقاب على وجهها وهناك من كانت تسفر عن وجهها وهناك أدلة لن نخط فيها أنا أرى أن النقاب ليس فرضاً لو كنت أرى النقاب فرضاً لما تركت النقاب لكنني هناك اختلاف ثلاثة فقهاء يقولون النقاب ليس فرضاً فقط عند الحنبلية والنقاب فرض وجاء ابن تيمية عن نقاب فرض ولكن عند الحنابلة إذا رجعنا إلى الحنابلة يقولون لكن يصعب عليها أن تغطي وجهها لكنه وجهها عورة لكن جاء ابن تيمية فقال الوجه هو عورة يجب تغطيته هو الكفان ابن الإمام أحمد بن حنبل لم يتحدث عن الكفان إذن هذا اجتهاد ونحن نحترمه لأن النقاب كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى في عهد القبل في العهد الجاهي اللي كان موجود إذن النقاب موجود وعدم وضع النقاب موجود آية وليضربنا بخمورهن على جيوبهن تعني الحجاب ولا تعني الحجاب يعني ويطاء الرأس ولا تعني تغطية الوجه لو كانت تعني تغطية الوجه لقال وليضربنا بخمورهن على وجوههم على كل لن أخذ في هذا الحديث لكني سأذكر القصة إحدى النساء زميلاتي في العمل قالت لي مرة أنكرت علي وبدأت توبهني كيف تخرجين وكيف أنت وجوك عورة وأنت تفتنين وأنت 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 بعد مدة رأيتها هي قد وهي تضع النقاب رأيتها قد خلعت النقاب وتظهر في إحدى القنوات الفضائية فبدأت أناقشها قلت لها ألم تكني ترين أن النقاب فرض؟ قالت نعم فرض وما زلت أرى أنه فرض قلت لها إذن لماذا تخرجين وتظهرين بدون النقاب؟ قالت لأنني رأيت الضرورة أن أجل أن أخرج والضرورة أن أحدث النساء قلت لها هذا الفرق بيني وبينكي أنا عندما خرجت إلى التلفاز وظهرت أمام الناس أنا لا أرى النقاب فرضا لذلك لم أتخلى عن فرض أنت تخليت عن فرض مقابل في وجهة نظرك مقابل أن تظهري أمام الناس وأنا برأي أنت تفعلين خطأ هذه صعوبة كانت بالغة لكن بعد مدة من الزمن اعتاد الناس وبدأت كثير من النساء تظهر المحجبات تظهر في التلفاز يعني دائما الهجوم يكون على أول من يبدأ بشق المألوف وتغيير المألوف ترجمة نانسي قنقر